اهلا بكم الى هذا العرض الاخباري اعتبر وزير الصحة عبد الرحمن بن بزيد يوم امس ان الوضعية الوبائية بالجزائر مقلقة جراء تفشي فيروس كورونا في الاوينة الاخيرة مبرزا ان تلقيح يبقى الخيار الوحيد لمكافحة الوباء واوضح الوزير في لقاء مع مدراء الصحة بالولايات عبر تقنية التحاضر عن بعد ان الوضع الصحي مقلق في الجزائر بسبب تفشي الوباء مؤكدا ان تلقيح يعد الحل الأكثر نجاعة لمجابهة هذه الجائحة ودعا بالمناسبة المواطنين للتحل باليقظة والالتزام الصارم بالتدابير والاجراءات كما دعا الوزير مديري الصحة عبر الولايات لضرورة تحيين المعلومات حول احتياجات كل ولاية من الاكسوجين عبر الارضية الرقمية لخلية الاكسوجين التي تم انشاؤها مؤخرا من طرف الوزارة الاولى وهذا كما قال لتسهيل تزويدها بهذه المادة الحيوية في الوقت المناسب والحفاظ على صحة وحياة المصابين وفي ذات السياق اكد مدير الصحة بولاية الوادي محمد الطيب قمداني ان الوضعية الوبائية مقلقة بولاية الوادي وان عدد المصابين في زيادة حيث بلغ سبعون مصابا على مستوى مستشفى الوادي مؤكدا على ضرورة احترام التدابير والاجراءات الوقائية للتغلب على الجائحة ولحا على ضرورة القيام بعملية التلقيح يتم اليوم الاعلان ابتداء من الساعة الرابعة مساء عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 وسيكون الاعلان بالنسبة للمترشحين المدرسين عبر فضاء الاولياء وكذلك عبر موقع الديوان الوطني للمتحانات والمسابقات وعبر اشهار قوائم التلاميذ الناجحين على مستوى كل المؤسسات التعليمية وعن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث موبليس، أريدو، وجيزي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز نجمة 567 دياز اشهدت وزارة التجارة وترقية الصادرات ابس الاربع بتقييد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين بالمدوامة في ثاني أيام في ثاني أيام عيد الإثحى المبارك مشيرة أن نسبة التقييد بلغت 100% على المستوى الوطني تحيي الجزائر اليوم الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس الشرطة الجزائرية والمتزامنة مع الثاني والعشرين جويليا الجاري من كل سنة ومن جهته أمن ولاية الوادي سطرة اليوم برنامجا لهذه الاحتفالية الذي سيكون مساء اليوم عبر مقر الوحدة الجمهورية السابعة للأمن بحضور السلطات الولائية تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي المتمثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحمراية بدعم من الوحدة الثانوية برقيبة اليوم إثرح حادث مرور خطير ومميت في حدود الساعة العاشرة وثلاثين وعشرين دقيقة على مستوى الطريق الوطني رقم ثمانية وأربعين حوالي عشرين كيلو متر من وحدة الحمراية باتجاه الوادي تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع أكسنت خلف وللأسف الشديد حالة وفات في عين المكان وهي امرأة عجوز تبلغ من العمر اثنين وسبعين عاما وخمسة جرحة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم مع الضحية المتوفاة إلى المستشفى بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا العرض الأخباري قدم لكم من قناة التحرير وابتفي أطيب المناء إلى اللقاء